اه اهلا وسهلا لا تستطيع معي الصبر هيدي رمز صورة الكهف هالحوار بين سيدنا الخضر وسيدنا موسى عملته منيح عملك عاطل شو هيدا تناقض عملك منيح عملته عاطل عملته عاطل عملك منيح شو عملتها في خط الصفينة قالوا لا تستطيع معي الصبرها وفي يومنا الايام وبينما كانت الزوجة الصالحة خارج البيت مر رجلين من اهل حران وكانوا اصحابه من زمان وقفوا له عند ايوب وقلوا له وشافوا مرضه وفقره هالوحدة قالوا له انت ايوب انت سيده الارض شو عملت ذنب حتى الله عمل فيك عمل شي كبير عم تستروا عنا حتى الله قصصك تقلم ايوب ان الكثير يتهمونه بما هو بريد منه كل اصحابه تركوه ما بقي حدا وهيك مريم وهيك انتك القابض على الجمر قال الحبيب لا يعرفك الا الله يعليه الحمدلله بعت عندي تأيكل الحمدلله بعت عندي صديق بطلع لي الحمدلله عندي اللي بدي ايه كله بيع الباب واجمل شي افضل اكسكلوسيب عندي زريعة وعندي فرشة وعندي كياب بمشي وبروح وبجي وبتنفس الوسخ برا وبقل له انا بيخذ الوسخ انت حوله هالعتمه الى نور قال ايوب عليه السلام بحزن وعزة ربي انه لا يعلم ببراءتي من هذا تعجب الرجل من صبر ايوب عليه السلام وانصرف عنه في طريقهما وما يفكران في كلمات ايوب اما زوجته الصالحة فقد بحبت عمن يستخدمها في العمل ولكن الابواب قد اغلقت في وجهه ومع بالك لم تمد يدها لاحد مشان هيك القذافي قال الوحدة اللي قالت ما بدي جايتك قلت له بدي قلبك عندي رغيف حلال باسمه انا وياك يا عمر ويا معمر اي متى بدك تحول كل هالاموال يا معمر القذافي وتعمر خليفة في ناس عايشين عندك 50 دولار وانت 50 مليار ترقل للحرب للمستقبل الان هو الزمان والمكان شيل المظلمة هاك ربحة بلاد الشام حرب الصليبية قال له رفع المظلمة مين اللي المظلمة عندي يجي هاك يجي لعند الخليفة وقالوله نحن بدنا منك هاك ورفع الظلم وقامت بلاد الشام وهبت تدفع عن بلاد الشام رفع الظلم يا معمر انت قذاف الدم هو الالب يلي بيقذفها الدم ماذا عندك الالب عندك جيب اخ وتحت ضغط الحاجة والفقرة اضطرت ان تقص ضفيرتيها لتبيعهما مقابل الرغيفين من الخبز ثم عادت الى زوجها وقدمت له الرغيف الخبز عندما رأى ايوب عليه السلام ما فعلت بنفسها شعر بالغضب حلف ايوب عليه السلام ان يضربها على ذلك مئة ضربة ولم يأكل رغيفه وكان غاضبا من تصرفها ما كان ينبغدها ان تفعل ذلك ورغم ان زوجة ايوب طلبت منه الكثير ان يدعو الله لكي يزيح عنه هذا البلاء الذي استمر هذه السنوات العديدة فكان يرفض ان يشكو الله تعالى وتحمل المرض والبلاية وتحمل اتهمية الناس لكن بايع زوجته لها الضفيرة تهز من الداخل فنظر الى السماء وقال يا رب اني مسني الشيطان بنصب وعدار انمسني الشيطان بنصب وعدار يا رب بيدك الخير كله والفضل كله اليك يرجع الامر كله اليك ولكن رحمتك سبقت كل شيء فلا اشقى وانا عبدك الضعيف بين يديك يا رب مسني الضر وانت ارحم الراحمين وهنا اضاء المكان بنور شفاف جميل وامتلأ الفضاء برائحة طيبة ورأيه ولكن يهبط من السماء يسلم عليه ويقول ما قال الله ادعوني استجيب ادعوني انا دايما بطلب صدقاتك من الصادقين نعم العبد انت يا ايوب نعم العبد انت يا ايوب ان الله يقرئك السلام ويقول لقد اجيب دعوتك وان الله يعطيك اجر الصادرين اضرب رجلك الارض يا ايوب اغتسل في النبع البارد واشرب منه تبرأ بإسم الله غاب الملاك واشعر ايوب النور يضيء في قلبه اجيها جواب من الله بيعطيك متل ما عمل بستة نهاجر وقالت اللي طلبت وقالت مي مي ابني عم بيموت وقالت اللي عطاها هالفايد قالت زم 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 وزم زم بتضل الابد هالمي مي طهرة مي شافية علينا ان نطلب من قلب صادق مش من جيبة من قلب يقولي الالباب فانبثق نبع بارد عذب المذاكر ايوب عليه السلام من الماء الطاهر وتدفق الدماء العافية في وجهه وغادره الضعف تماما وبين ايوب عليه السلام يغتسل خر عليه رجل ذهب فجعله يحلي في سومه فناداه ربه يا ايوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن تركتك خلع ايوب عليه السلام ثوب المرض والضعف وارتدى ثياباً تليق به يملأها العافية والسؤدد وشيئاً فشيئاً ازدهرت الأرض من حوله واين عادت الصحة والعافية عادت المال ودبت الحياة من جديد عادت الزوجة تبحث عن زوجها فلم تجدوه ووجدت رجلاً يفيذ وجهه نعمة والصحة والعافية فقالت له بالسرطة ألم ترى ايوب؟ ايوب نبي الله ما بتفتش عليه وسألته ألا أنا ايوب ألا؟ إن زوجي الشيخ ضعيف ومريض أيضاً المرض من الله والصحة أيضاً هو سبحانه بيده كل شيء نعم لقد شاء الله أن يمن علي بالعافية وأن تنتهي محنتنا وأمرها أن تغتسر فينا بعد كي يعود إليها نظارته وشباهه هاي دي ماء مقدسة هاي دي ماء يلي المسيح بعمدك فيها هاي دي ماء زمزم يلي اجت له هاجر وابنه لأنه طلبت من قلب صادق هيده نعم هو أزبطه على الحج السعي والمروعة من ألبى هم تسعة فاغتسلت في مياه النبع فألبسها الله طوب الشباب والعافية ورزقهم الله بنيناً وبنات من جديد ووفاء بنذر أيوب عليه السلام أن يضرب زوجته مئة ضربة أمره الله تعالى أن يأخذها ضغطاً وهو من اليد من حشيش البهائم ثم يضربها به فيوفي بيمينه ولا يؤلمه لأنها امرأة صالحة لا تسطحك إلا الخير وكان أيوب عليه السلام واحداً من عباد الله الشاكرين في الرقاء الصادرين في البلاء الأوابين إلى الله تعالى في كل حال وقتلقولوا واضربوهن ولا شيه هالثلاث نقط هون جاوزة بيقدر يضربها هالثلاث نقط واحدة اثنين ثلاثة أبو ابنه روح أدوث بسم الله الرحمن الرحيم هالثلاثية بس نحن ما بنفهمه ولا آية للقرآن وقت الحبيب سألوه والإمام عليه وغيره معين الدين الشستي وكله كل آية بالقرآن شرحت منتعشر ألف شرحه ما في شارك ما للتاني ولازلت على الشاطئ كل ما يسألوا الإمام علي أي سؤال قالوا لو كنت مليون وألف وألف مليون ونفس السؤال لكل سؤال جوابه وما في جواب مثل التاني وكلهم في اختلاف واختلاف نعم في الرخاء الصادرين على البلاء اللوابين إلى الله تعالى وعرف الناس جميعا خصة أيوب عليه السلام وأيقنوا أن المرض الصحة من الله وأن الفقر والثراء من الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سورة الأعراف أي مئة ست وسبعين وسجل الله قصته في القرآن الكريم فقال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معه رحم من عندنا وذكرى للعابدين سورة الأنبياء للعابدين مش للقابدين قل قابد على الجمر مش على الدولار والدرهم والدنار تنذكر وقت كن رايح الحلاج على الحاج ما يخد معه زاد أنت أدرا بحالي وأغنى من سؤالي نجو عانيم قالوا بدينا نجو عم نموت قد دينا نموت بعد شانين بدينا ناطر ما بطلب طلعوا هاي شايفوا كبش ومعزة وخوريف ما فيهم راعة طلعوا هاي تلاقي فيه نار مائدة الله من الله أنزلت من الجنة هاي دي رموز كلها فينا بتكون ماشي وتلاقي مصاري على الطريق قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب رقد برجلك هذا مغتسا بارد وشرا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الألباب خذ بيدك واضرب به يعني مرتكك رحيم بالضرب بصورة لي آخ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير أمره كل خير وليت ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له في السراء والضراء لن نكون سوا كالزبين كلنا نحلف هاليمين وكالزبين بد يكون من المؤمنين والمؤمنات الفرق بين المؤمن والمسلم قال له بس هيدا ما بيكزد نعينهم بيسرقون نعينهم بيطل له أنا جواره بس بس هيدا صادق ولأنه صادق ما بيكزد ما بيعمل إلا الخير فإذا ما بدي تكون صادق مع نفسي ثم نفسي ثم نفسي حتى تكون صادق مع نفسك بدك تنعزل عن هالمجتمع العنبي معه عن الناس ما عزلها إذا ربي أحب عبده عزلوا عن الناس هو بيكون معك قدبني ربي وأحسن تقديبي ما فيني أطلع من البيت إلا إذا شي ضروري هيك مع الضارين والضالين لأنه بشوف بتعلم من هالوسخ بتعلم من هالجهل وبتعلم ومني بحاجة الحمد لله ما بدي إلا رضاك قال له قال له أنا راضي عليك بدك هدلهم هالجبال عليهم قال له هيدا صوتي مش صوتك يا أرحم الراحمين دعاء الطائف بس إذا بحق اللي يطلب منك هالطلب ما تخلي دمي يغضب على الأرض برك زرعوا أخوتي وما تلع لهم زرعوا ونحن عم نرجمه وبعدنا عم نرجمه لا تخلي دمي يغضب صوروا لوين عنده رحمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا حبيب الله وما أرسلناك إلا وين في رحمة قال لا صارت رجمة كلنا مسؤولين كل واحد مننا كل واحد مننا عم بيكذب باسم الإسلام أو باسم الطعام أو باسم الطب الطبيعي باترجح لك فإذا اللي بيكذبوا عليك كف الطريق شكرا ما حورت جاهلا إلا وغلبني وما حورت عاقلا إلا وغلبته دع الأموات يدفنوا بعضنا البعض ما تحوروا ما تكون حده ما تضيع وقتك معه الوقت حياة الآن والزمان والمكان بهاللحظة هلأ يجي الموت بتتذكر وقت اللي إجا واحد على القهوة بتضيعها شايف رجال حلو كتير مينة كلي بدي قصقي كهوة حصيدي قال له بس تعرفني مين تكرهني قال له لا مينة قال له أنا مالك الموت جاي أخذ قمطو بعد عنده غمس دي قلت أنا بس عبلي فنجينة قال له أنا بدي قصقي كهوة فنجينة وبتقل لي قبل ما موت بتلات أيام تكرم قعد صوت سيره وراح وما في مدن بجل عنده على البيت قال له أحله سهلة فيك عبايا مين ما تتأخذ اليوم قال له أنت قال له ما في اتفاقية أنا وياك بدك تقل لي قبل بتلات أيام تدبر حالي ابني لي شي مسجد شي كنيسة أعطي حدا شوية مصاري وسلموا علي وأنا أكون الكريم استقبال سمو الأمير سموه من الآيير باليورو والأورو قال له أنا قلت لك يا من تلات أيام قال له كيف قال له من تلات أيام ما شفت جنازي مرقة قال له إيه قال له من تلات أيام ما شفت ولد خبسته سيارة ومات قال له إيه قال له ما شفت مرة عم تنشر الغسيل اللي وقع على البلكون في يوم ما دي قال له إيه قال له عطيتك تلات انزارات وما فهمت جيت شخصيا وما رح تفهم اللي بيفهم نفسه فهم إنه ما في موت فينا موت من عرف نفسه عرف ربه شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد